بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى لازم نبقى دايماً وإحنا بنتكلم على جليس لازم نبص على نفسنا بعين الاعتبار لأن في ناس بتعيش الحياة وبتاكل وبتشرب وتشتغل وتكسب وتبيع وتتجوز وتخلف ويبقى عندها كمان أولاد والأولاد دي كمان يكبروا ويخلفوا لكن هم حسين إحساس شوية مؤلم جداً 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 حسين إن حياتهم ملهاش طعم وساعات بيدركوا حاجة كويسة ويقولوا إن حياتهم ملهاش معنا وساعاتها بيعيشوا إن هم ميتين بس في عداد الأحياء الله سبحانه وتعالى قدم لنا الفهم الصحيح لهذه الحالة الله سبحانه وتعالى قال أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ طبعا أنا عايز أقول إيه؟ إن في حياة بيعيشها الإنسان زي الميت وفي حياة بيعيشها الإنسان وهو مليان بالحياة مليان بالنور زي ما قالت الآية وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ فتبقى الحياة مليانة بنور النعمة اللي بتخلي للحياة معنا زي نعمة معية الله النعمة المركزية في الحياة وهو معكم أينما كنتم وساعتها الإنسان بيعيش حياته بمعنى إنه هو بيحيا حياته كأن الحياة كلها محراب بيعبد ربنا فيه ويحيا في معية الله وفي كنفه زي إن الإنسان يحس بنعمة ربنا عليه إنه دايما يعينه ويفرج عنه همه فيقرر إنه هو يعيش بمعنى إنه يكون سبب في تفريج هم الناس أو إنه يكون ضهر ليهم ويساعد كل اللي حواليه ويعيش بمعنى إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ففي ناس عاشوا مليانين إن الحياة نعمة ولقوا فيها المعنى اللي يحسسهم بالنعمة حتى الموت بالنسبة لهم أصبح حياة أيوة صح أنا كنت كل مقدمة دي كنت رايح ناحية الشهدة دولة اللي حسوا بمعنى الحياة الحقيقية معنى المعنى اللي خلاهم يحسوا بإن الحياة هتستمر حتى بعد الموت ده اللي بيتحرك جوانا كل ما بنسمع قصة بطل أو شهيد وهو بيبذل لوحه عشان وجد معنى الحياته المعنى اللي ممكن يبقى هو دوة الحكمة اللي خلته في لحظة من لحظات يقرر إنه هو يعيش حتى بعد الموت وساعتها بيكون اتغمس في ماذا في أنوار لا حدود لها أنوار ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة ما يشاء وعشان كده من أهم الحكم اللي ممكن نعيشها في الحياة إن الإنسان يظل ميتا ما لم يدرك المعنى فالمعنى هو الحياة فإذا فقد الإنسان المعنى فقد الإنسان الحياة وإذا وجد المعنى عاش ولو بعد الموت وعشان كده الشهيد وجد المعنى وعاش شاهدا للمعنى فأصبح مشهودا بعد اشتشهاده من أجل هذا المعنى فأصبحت حياته متجاوزة حد الحياة الأولى اللي الناس تعرفوا عليها فأصبح يحيا حتى بعد الموت فالشهيدة عاش بمعنى أن الأرض عرض وعشان كده لما انتصرنا في أكتوبر انتصرنا لما امتلينا بالمعنى معنى أن الأرض كالعرض فبقى كل حد فينا نفسه يبزل روحه عشان يحافظ على الأرض عشان يحافظ على الأرض وانتصرنا لما عشنا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينصر من حافظ على تكريم الإنسان له وَلَقَدْ خِرَّمْنَا بَنِي آدَمُ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ الشهيد كمان عاش عاش حياته بمعنى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى عاش بمعنى إنه هو ساعة مأبزل حياتي من أجل أن الله سبحانه وتعالى يجعلني سبب أن يسعد الناس وأن يأمن الناس فقد رأيت الله ورأيت أن الدنيا شيء هين فبذلت نفسي لله لما رأيت جمال الله فأكرمني لله سبحانه وتعالى بأنني عشت حتى بعد الموت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ يبقى إِلَّا حاصل؟ ما كان لله آه ما يعيش عند ربهم ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره قطعا فصل فاتصلت حياتي بالله فأصبحت لا أفنى ولكن أنتقل من حياة إلى حياة وأصبح المدة عبارة عن بوابة عشان أروح للحياة الأوسع ويفضل نصر الله سبحانه وتعالى لينا في البلد المحروسة سر عجيب بيجعل هذه البلد فيها من مدد الله ما لا يعلمه إِلَّا اللَّهِ ترجمة نانسي قنقر